الآخر بيقول عند ملامسة يد خطيبتي أو مشاهدة لقطة إثارة في فين ينزل مني سائل ما يلزج فيما هو هذا السائل وهل هذا يؤثر على الحيوانات المنوية والإنجاب؟ الحقيقة أنا مش فاهم السؤال أنا برضا مش فاهم لا مش فاهم السؤال يا مش فاهم هو يعني قد يقصد ما هو قبل قبل ربما هي بسموه بري إيجاكلت اللي هو في مرحلة الإثارة بقى فيه زي سائل شفاف كده ممكن ينزل ولكن ملوش علاقة بالمني في شاب يقول أنا عندي سرعة قصف وسنه صغيرة وعايز يتعالج ومعندوش قدرة مادية عشان سرعة القصف هو المفروض مش مسألة لقدرة مادية وفيه زي ما قلنا قبل كده فيه وحدة كاملة بالأصر العيني مجانية تماما فممكن يروح يعمل كل الفحوصات ويأخذ كل العلاج ويحصل على المشهورة الطبية من أحسن الناس وأكبر الأسدزة ومجانة خاص أحد شاب بيقول أنا عمري 23 سنة أمارس العادة السرعة بكثرة وتفكيري في ممارسة الجنس مرات عادية بكثرة كيف أبعد عن ذلك ما تجاوزي هو طبعا نحن دائما بننصح بالزواج المبكر وبرضو اللي بيقول لي ما عنديش إمكانيات ومش هقدر تجاوز دلوقتي بقوله لأ أنا عارفة كويس أنه زين بيسموا كده هكوله بقوله لها كيال وفي ناس بيتقوا الله في بناتهم وعاوزين يسطروهم وكل الحاجات دي فأنا بقوله النمرة واحد أنه هو يسعى في الزواج المبكر نمرة اتنين هو يعني بقرار منه ينقى بنفسه عن تفكير المستمر في الجنس ممكن هو يبتدي يشغل نفسه كلما يلاقي نفسه تفكيره رايح لمسألة الجنسية لا يبتدي يشغل نفسه بحاجة تانية يبتدي يفكر في حاجة تانية وده على الفكرة حيساعده جدا اللي أنا بقوله ده مش مستحيل لأنه أنا جربته كتير قوي مع شباب اللي كان بيصره كان بيجاهد نفسه كان بينجح بسهولة